دي بيان هينزل لمصر كلها دي بيان هينزل لمصر كلها تمام واقول لمصر كلها اللي حصل واقول لمصر كلها اللي حصل احسران ورحمة يا محمود ده خطوط دك اللي حرسني ابو انت جزارة تخلق بدي ابو انت اللي عزلتني عشرين عشرين ان شاء الله بإذن الله على الساعة 11 نزل بيان قصة مرتضى منصور من السجن لرئاسة الزمالك مرتضى منصور يعلن عقد مؤتمر صحفي في نادي الزمالك السلام عليكم لطفا قبل ان نبدأ لا تنسوا ان تعطروا فمكم بالصلاة على النبي ولا تنسوا ان تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعيلوا زر الجرس قصة مرتضى منصور من السجن الى رئاسة الزمالك لا صوت يعلو فوق صوت خروج مرتضى منصور من السجن بعد قدار عقوبة الكاملة التي اصدرتها المحكمة لمدة شهر كامل في قضية سبي وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي ويبحثوا جميعا قصة حبس رئيس نادي الزمالك وبدأت الحرب بين محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي ومرتضى منصور رئيس النادي الزمالك منذ ان قدم الخطيب شكوى ضد رئيس الابيض بسبب السبي والقذف والطعن في عرضه وخدش سمعة عائلته وكانت محكمة جرح الاقتصادية قد قدت بحبس مرتضى منصور سنة مع الشغل واستأنف رئيس نادي الزمالك امام حكمة الاستئنافية التي قدت بحبسه شهر وهذا الحكم واجب النفاذ وحضر مرتضى منصور في الخامس والعشرين من فبرار الماضي الى دار القضاء العالي من قرم حكمة النقدة واثمت حضوري وتسليم نفسي لتنفيذ وقوبة الحبس شهر واجبة النفاذ وقال هريدي لمصر تايمز حبس مرتضى منصور اصبح حكما بات ويجب على وزارة الشباب ورياضة اصدار قرار بعزه من منصبه داخل الزمالك وهذا الحكم يسقط عضويته ايضا بجانب رئاسة النادي واضاف اذا قرر مرتضى منصور التراشح لرئاسة الزمالك مرة اخرى يجب ان يرفع دعوة رد اعتبار عقب ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة بمعنى اذا سجن مرتضى من الفترة من الواحد من فبراير 2023 وخرج في الواحد من مارس 2023 يحق له رفع دعوة رد الاعتبار يوم الواحد من مارس 2026 وقام مجلس ادارة ندي الزمالك بتشكيل لجنة قانونية للتواصل مع وزارة الشباب ورياضة بشين قانونية عودة رئيسه مرتضى منصور خاصة بعد البيان الاخير الصادرية عن الوزارة والذي لم يحسن بشكل واضح موقف منصور من العودة لرئاسة الزمالك خاصة في ظل وجود مند واضح في اللاعحة الاسترشادية التي تحكم مند يفيد بزوال الصفة العضوية عن كل من يصدر بحقه حكم سالبا للحرية شاهد سيد عبد الحفيظ يعلق على خروج مرتضى منصور من السجن اليوم قالت مصادر مسؤولة ان المستشار مرتضى منصور اسه ناد الزمالك السابق انهى عقوباته المقررة من قبل محكمة النقد بالحبس شهرا على ذمة اتهامه بسبع وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي ومن المقرر خروجه من مقر محبسي بسجن وادي النطرون خلال الساعات المقبلة بشكل رسمي وبحسب الموقع الرسمي لقناة الزمالك فان رئيس الزمالك السابق عقب خروجه من محبسه سيعود للمنزل مباشرة وبعدها يتوجه للنادي لقيادة مطلق عليه بثورة تصحيح جديدة ويسعد الزمالك لمواجهة الغد أمام البانك الاهلي في دورة 16 من مصابقة كأس رابطة على منعب السد المقاولون العرب وكانت محكمة النقد قضت في 25 فبراير الماضي بتأييد الحكمين الصادرين نظام مرتضى منصور رئيس نادة الزمالك بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ للتهاب بسبب وقذف محمود الخطيب رئيس نادة الاهلي وقررت المحكمة رفض الطعنين المقدمين من المتهم على الحكمين كما رفضت محكمة النقد دعوى تنازل اختصاص التي أقامها مرتضى مدعيا فيها صدور حكمين متناقدين من الاقتصادية وجرح العجوزة بشأن نفس الوقع في السياق ذاته وأجلت المحكمة المختصة سبت الماضي أولى جلسات محاكمة مرتضى منصور بتهمة التعدي على الموظفين عموميين أثناء تأدية عملهما إلى جلسة الثالث والعشرين من مايو المقبل للإطلاع أول تصريح من أحمد سيد زيزو على قرار رحيله علق مصطفى سيد زيزو والد أحمد سيد زيزو لعب نادي الزمالك على شائعات التي تتردد موخرا عن نية نجله الرحيل عن القلعة البيضة خلال فترة الانتقلات الصيفية المقبلة وقال مصطفى سيد زيزو في تصريحات لقلها موقع الوطن إن نجله ملتزم بعقده مع نادي الزمالك ويركز حاليا مع منتخب مصر ولا صحة لما يتردد بخصوص طلبه الرحيل عن القلعة البيضة وأكد وليد أحمد سيد زيزو أن نجله رفض عدة عروض من فرق فرنسي وأخرى لأنه مرتبط بنادي الزمالك وجمهيره والدليل على ذلك التنبيد عقده في مناسبتين والحديث على رحيله هو أمر غير صحيح وأوضح أن نجله متواجد مع نادي الزمالك منذ أربعة مواسم والموسم الحالي هو الخامس دهو داخل القلعة البيضاء أحمد موسى أسوأ فريق في تاريخ الأهل من رحمة ربنا انتهى المباراة بخماسية فقط شن الأعلامي أحمد موسى هجوما عنيفا على لعابي النادي الأهلية بقيادة محمد شنوي بعد الهزيمة بخماسية أمام صانداوزة في دور المجموعة بدور أبطال أفريقيا وقال لنا أسوأ فريق في تاريخ النادي الأهلية وأضاف الإعلامي أحمد موسى أن من رحمة ربنا انتهى المباراة بخمسة أهداف فقط ولم يحدث سيناريو مانشيستر وناتدة وحدث كارثة كبرى والخسارة بسبعة أو ثمانية أهداف وتابع خلال تقديم برنامج على مسؤوليته المذاع على قناة صد البلد أن ما جرى اليوم في مباراة الأهل وصانداوز يهانا لعشرة الملايين من جماهير النادي الأهل في مصر والعالم نجم الأهل السابق أداء الأحمر أمام صانداوز لا يليق بتاريخ القلعة الحمراء قال حماد المصري نجم الأهل السابق أن أداء الفارس الأحمر أمام صانداوز لا يليق بتاريخ القلعة الحمراء وأضاف المصري خلال برنامج الماتشا الذي يقدمها نيحة حود على قناة صد البلد لعبوا نادي الأهل هم الأفضل في أفريقيا ويدرت أن نادي الأهل قامت بتوفير كل شيء للاعبنا قبل بطولة أفريقيا وتابع أداء الأهل أمام صانداوز لا يليق بتاريخ القلعة الحمراء وبعض الأمور داخل فريق الأهلي تحتاج لعادة النظر وأكد أحمد حسام ميدو أن الكرة المصرية تعاني ودليل ذلك كان واضحا من هزمة الأهلي بخماسية من صانداوز في دور أبطال أفريقي هذا الموسم وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج ريمونتاد على قناة المحور الحقيقة المرة اللي لازم يكون يعرفها أن أي فرقة في الدور المصري لو راحت لعبت ضد صانداوز هيبقى شكلها عامل زي الأهلي واضح يدي إمكانية اللعب في الدول المصري أو إمكانية معظم اللعبين شاهد تصريحات سيد عبد الحفيظ بعد مباراة الأهلي وصانداوز الزمال قد حقق مؤخرا فوزا هاما على الترجل تونسي بنتجه ثلاثة أهداف مقابل هدف في الجلدة الرابعة وكشف العلامي خلد الغندور نجم الزمالك السابق عن رد فعل مرتضى منصور سناد الزمالك عقب فوز الفريق مؤخرا على الترجل تونسي وكان الزمالك قد حقق مؤخرا فوزا هاما على الترجل تونسي بنتجه ثلاثة هدف مقابل هدف في الجلدة الرابعة من دور المجموعات لدور أبطال أفريقيا خلد الغندور أكد أن مرتضى منصور كان سعيدا جدا بفوز الفريق على الترجل وأنه حريص على استقرار الفريق ويتابع كل التفاصيل الخاصة به مؤكدا أن مرتضى منصور شاهد المباراة في محبسه وكان معه أمير مرتضى المشرف العام على الكرة في الفريق ولان عزيزي المشاهدين أعتقدون أننا وصلنا لنهاية الحلقة ولكن قبل أن ننهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة برأيكم في التعليقات ما هو سبب ما يحدث مع ناد الزمالك وما هي السبب الخسارة لا تنسوا أن تشاركونا برأيكم في التعليقات ولا تنسوا تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي ترجمة نانسي قنقر